بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراد المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المشاهد الكريم عشنا وإياك في حلقات سابقة مع أب الأنبياء إبراهيم عليه السلام حتى انتهينا إلى قول الحق تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نظورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وأخذنا كثيرا من الدروس والعبر والعظات وأخذنا مكارم الأخلاق في دعوة إبراهيم عليه السلام ونواصل في هذه الحلقة دعوة لوط عليه السلام وهو ابن أخي إبراهيم أب الأنبياء لكي نتعرف على دعوته لقومه وهو الذي صاحب عمه إبراهيم وآمن به ثم أقام في قرية تسمى سدوم لكنه ودد قومه الذين يسكنون في هذه المنطقة على فطرة غير سوية انحرفوا عن المنهج الحق عن سواء السبيل فكيف كان موقف لوط عليه السلام وكيف كانت دعوته إليهم وهل استجابوا لتلك الدعوة أم ظلوا سادرين في غيهم وفسادهم وفواحشهم وكيف كانت العاقبة وما هي الدروس المستفادة والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها الناس والأخلاق السيئة التي يجب أن يبتعد عنها الناس ولكن قبل أن نستعرض دعوة نبي الله لوط عليه السلام نريد أن نتحدث أولا عن فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها بل فطر المخلوقات كلها تلك الفطرة هي فطرة الزوجية فلا يودد في كون الله سبحانه وتعالى كله سواء أكان ذلك في عناصر الأرض أو في الحيوانات أو النباتات أو في العناصر المكونة للرياح ولغيرها سنرى أن فطرة الله في هذا الكون هي فطرة الزوجية لكي تستقيم الحياة على منهج الله عز ودل إذن الزوجية فطرة وسنة الله في خلقه يقول عز من قائل ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ويقول سبحانه وتعالى أيضا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبط الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون إذن فطرة الزوجية واضحة في كل ما خلق الله سبحانه وتعالى يتفرد يتفرد الله وحده بالوحدانية لا إله إلا الله هو الواحد لا شريك له أما فطرته في الكون في النبات في الحيوان في عناصر الحياة كلها الزوجية لكي تعطي هذه الزوجية الآثار المترتبة عليها فتعمر الأرض بالأحياء وبالصالحين وبالمتقين وبالأطهار وبالذين يلتزمون منهد الله سبحانه وتعالى فيحلون الحلالة ويحرمون الحرام ويفعلون الخير ويتدنبون الشر يفعلون المعروف ويأمرون به وينهون عن المنكر وحينما نستعرض مثلا هذه الزوجية نجد أن الحق تبارك وتعالى حينما خلق آدم عليه السلام وسواه ونفخ فيه من روحه خلق له زوجة وجاء قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اذا كان من اثر الزوجية من اثر الزواد من اثر الذكر والانثى سنة سنة الله وفطرة الله سبحانه وتعالى ان خلق منها زوجة من هذه الزوجية بث الله بني ادم وتلك هي الفطرة فاذا عدل الناس عن تلك الفطرة ادى ذلك الى الفساد والى خراب العمران لان الانحراف عن منهج الله وفطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها اذا ابتعدوا عن تلك الفطرة وهذا المنهج كانت العاقبة خسر دنيا واخرى ومن هنا كان حل الزواج في الاسلام ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواج يبقى الذكر والانثى لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة والحكمة في هذا الزواج الذكر وانه خلق الزوجين الذكر هذا من نعم الله على العباد وانه خلق الزوجين الذكر والانثى والانثى كان هذا الزواج لحكمة اولا لانجاب ذريات طيبة مؤمنة صالحة تعمر تعمر بها الحياة ثم ليكون هذا الزواج طهرا وعفافا وإحصانا لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزود فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي قاطع لشهوته من هنا ندرك أن الله سبحانه وتعالى أحل النكاح وحرم السفاح أحل النكاح على وفق منهده بين الذكر والأنثى وحتى يكون ذلك الزواد زوادا على الوجه المشروع كان الميثاق الغليظ وكان عقد النكاح بولي وشاهدي عدل وكان إشهار الزواد وماذاك إلا ليكون الطهر والنقاع والصفاء وحفظ الأنساب وإنجاب الذرية الصالحة لأن الذرية لا تكون إلا إذا ألقي الحرث أو البذر في موضع الحرث نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم إذن لا بد لإعمار الحياة ولإنجاب الذرية الصالحة أن تكون العلاقة علاقة وفق منهج الله سبحانه وتعالى وبين الذكر والأنثى ويلاحظ أن الزوجية كما قلنا موجودة في كل العناصر فمثلا كهربيا لموجودة كيف يكون النور باتصال المودة بالسالب فإذا اتصل المودة بالسالب كان الأثر النور طيب لو اتصل مودة بمودة أو سالب بسالب ما هي النتيجة تكون النتيجة الاحتراق والظلام فلا نرى نورا موجب مع موجب لا نرى النور سالب مع سالب لا نرى النور طيب كيف يسقط الماء من السماء أثبت العلم أن سقوط الماء يكون بعد تلاقح الرياح والذي يسوقها هو الله سبحانه وتعالى ثم تلتق الشحنات للشحنات الموجبة بالموجبة ولا السالبة بالسالبة نما تلتقي الشحنات الموجبة بالشحنات السالبة فيكون الأثر نزول المطر وينزل المطر فيحيي الله به الأرض بعد موتها ويعيش الناس آمنين مطمئنين في رغد من العيش إذن فطرة الله جل وعلا في هذه الزوجية لذلك نرى الإعداز ويحتد هذا إلى يعني أصفار سبحان الذي خلق الأزواد كله مما تنبط الأرض ونحن نعلم كيف يكون التلقيح في النبات يا سبحان الله العظيم كيف يكون التلقيح في الحيوانات في الدواب في الحشرات إذن هنا فطرة الزوجية في كل شيء سبحان الذي خلق الأزواد كلها مما تنبط الأرض ومن أنفسهم ثم يكون الإعداز ومما لا يعلم وفي كل وقت يجد جديد في العلم الذي وهبه الله للعقل الإنساني وكلما جد جديد رأيناه على هذا النمط وعلى تلك الفطرة أردنا أن نقدم بتلك المقدمة لأننا حينما نعيش مع نبي الله لوط الذي آمن بدعوة عمه إبراهيم عليه السلام وهي دعوة التوحيد الخالص لله نراه ينكر على قومه ما هم عليه من ركس وفسق وقذارة وانحراف عن الفطرة ماذا كانوا يفعلون والتاريخ يعيد نفسه فنحن نرى في العالم المعاصر من يفعل مثل ما فعل قوم لوط ويا للأسف في بعض الدول وكثير ما هم دول الغربية وقد أقر هذا الانحراف وسنوا القوانين وأصبحنا نسمع ما يقال الشذوذ الجنسي قوانين التي تحميه بل إن هناك مظاهرات ومطالبات تطالب لهم بالحقوق أي حقوق هذه فساد لانحراف عن الفطرة لذلك كانت عاقبتهم في العصر الحديث كعاقبة أولئك لكن لا زلنا نراها الآن رأي العين صلاة الله عليهم أمراضا وأوجاعا وضربهم بها وهي لم تكن في سلافهم الذين مضوا تصديقا لقول رسول الله صلى الله سلم وما شاعت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ضربهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في سلافهم الذين مضوا وها نحن نرى ونسمع والتقارير تلو تلوى التقارير عن من عاقبهم الله لانحرافهم عن الفطرة لهذا الشذوذ رجالا أو نساء ويا للعدب حينما نسمع يقال زواد المثل أي هوان هذا وأي درك هذا إنه يهوي بالأمة وبالمجتمع إلى دركات الهوان وفقتان الشهامة والكرامة والرجولة وخراب العمران وتقطيع الأوصال وقطع دابر النسل إذن لابد أن نأخذ العظات والعبر من تحذير سيدنا لوط لقومه وليت العالم المعاصر يتنبه إلى عاقبة هذا الفجور قبل أن يقع بالناس ما لم يتوقعوه فطرة الله سبحانه وتعالى هي الزوجية هي الزوجية كما قلنا ليكون النسل الصالح المبارك لأن الأرض الطيبة إذا سقيت بماء طيب وبذر فيها بذر طيب آتت أكلها طيبا بإذن ربها أما إذا كان الماء ملوثا خبيثا وكان البذر خبيثا والأرض أكثر خبثا فكيف ننتظر من تلك الأرض إنها لن تنبت إلا ما يؤذي ولن تثمر ما يفيد من هنا نعيش أيها المشاهد الكريم ونربط بين ماضي أمم ولت وبين ما عليه بعض الناس الآن لكي نقول لهم عودوا سريعا إلى الله عودوا إلى الفطرة عودوا إلى هذا الدين القويم إلى الإسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القي عودوا إلى صراط الله المستقيم هذا هو الإسلام الذي جاء لينظم المجتمع البشري والعمران البشري ودع للزواد آية من آيات الله وسنة من هدي رسول الله صلى الله سلم فمن رغب عن سنته فليس مني تعالوا أيها المشاهدون الكرام لنعيش مع لوط عليه السلام في حواره لقومه وفي إنكاره عليهم ما يقومون به وكيف نجاه الله سبحانه وتعالى وكيف عاقب هؤلاء بأن جعل هذه القرية وتلك القرى جعل أعاليها سافلها سبحان الله يعني قلبها من أعلى إلى أسفل لماذا لأن الجزاء من جنس العمل لقد قلبوا الفطرة الإنسانية تركوا الزواد المشروع تركوا الاتصال الذي أباحه الله بين الذكر والأنثى عن طريق زواج صحيح تعمر به الإنسانية وتسعد به البشرية لكنهم قلبوا الأمور وانحرفوا فكانت العاقبة كما سنرى نعيش معا مع قول الله سبحانه وتعالى وقد وردت مشاهد كثيرة تتحدث عن موقف نبي الله لوط ولكن على قدر الوقت نأخذ ما نستطيع بمشيئة الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يهتدون بهدي الله ويسيرون على منهد الله ويطبقون فطرة الله سبحانه وتعالى عن طريق الزواد المشروع الصحيح كما شرعه الله سبحانه وتعالى وكما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عز من قائل في صورة الأعراف ولوطا هذا عطف على ما سبق إبراهيم عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وطهر ذلك المجتمع أو دعاهم إلى ترك عبادة الأصنام والأوثان وكان ما كان إلى أن عنعم الله على الناس برفع قواعد البيت ثم دعوة الناس جميعا إلى حج ذلك البيت فكان العطف على ما سبق ولوطا إذ قال لقومه ودعاهم إلى أن يتقوا الله فاتقوا الله وأطيعون أمرهم بتقوى الله والخشية من الله وتوحيد الله لكن أن للعقول العليلة والنفوس الضعيفة الملوثة أن تستديب أن تستديب أتأتون الفاحشة وسميت فاحشة لأنها فعل يسيء فعل فيه إدرام فيه خروج عن الفطرة السوية الصحيحة أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين لأن النسل منذ آدم عليه السلام كان يتم عن طريق زواد الذكر بالأنثى فما الذي حدث إنكم لتأتون الرجال شهوة تلك يطامة الكبرى وقلنا منذ قليل لو اتصل المودب بالمودب في الكهربية أو السالب بالسالب كانت النار المحرقة وكان الظلام الدامس هكذا يفعل هؤلاء تون الرجال شهوة من دون النساء ما كان لكم أن تصنعوا ذلك أحل الله لكم الطيب تتركونه وتذهبون إلى الخبيث وتبتعدون عن الفطرة بل أنتم قوم مسرفون ويا ليتهم أجابوه إجابة يقرون فيها بسوء أفعالهم لأن أمثال هؤلاء والعياذ بالله طمس الله على بصائرهم وعلى قلوبهم فلا يرون الخير ولا يرون النور ولا يعرفون الطه ولا الفضيلة ولا النقاء إنما ينغمسون في الشهوات في الملذات في حمأة الرذيلة وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون لا حول ولا قوة إلا بالله شأن بعض الناس في بعض المجتمعات إذا دعوا إلى الفضيلة وإلى الخير ودعاهم داعي الخير وداعي الفضيلة ينفرون منه ويقولون أبعدوه عنه لماذا لأنهم لا يشعرون بكرامة ولا بشهامة ولا برجولة ولا يريدون أن يستجيبوا للحق أخرجوهم من قريتكم ما ذنب لوط ومن آمن معه إنهم أناس يتطهرون كأن الطهرة أصبح هو الركس والركس عندهم هو المنهج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كانت العاقبة فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين لأنها لم تؤمن بدعوة لوط دعوة التوحيد ولما لم تؤمن بدعوة التوحيد عاقبها الله سبحانه وتعالى ولو آمنت بتوحيد الله واستجابت لدعوة زوجها لوط لنجاها الله لكنه أهلكها مع من هلك ثم تقول الآيات وأمطرنا عليهم مطرا فانظر فانظر كيف كان عاقبة المجرمين نداء وأمر ليلفت أنظار الناس أمطرنا عليهم مطرا كيف كان ذلك المطر سنراه في آيات أخرى أنه كان مطر عذاب كان مطرا نزلت منه حجارة معلمة لتصيب كل إنسان باسمه حجارة من سجيل حجارة من سجيل لماذا لأنهم مجرمون أدرموا في حق الله أدرموا في حق أنفسهم أدرموا في حق المجتمع قلب فطرة الله سبحانه وتعالى وننتقل إلى مشهد آخر لكي نرى وتكتمل الصورة يقول عز من قائل ولما داءت رسلنا لوطا قبلها يقول سبحانه ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة يبشرونه بحمل إسحاق بعد إسماعيل يبشرونه بالغلام العليم بعد أن بشره ربه بالغلام الحليم فكان الذبيح هو إسماعيل كما قلنا في حلقة سابقة لكن انظر إلى هذا الذي حدث قالوا سلاما قال سلام سلم عليه الملائكة ورد عليه السلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ يقدمه للضفان فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف كشفوا عن هويتهم وعن المهمة التي جاءوا من أجلها إن أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت سرت بهذه البشرة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب ونلحظ هنا أن الإنجاب جاء من إبراهيم ومن صار بين الذكر والأنت وتلك هي الفطر وإن جاء إسماعيل جاء من إبراهيم ومن هادر والله على كل شيء قدير هذا لا يتوقف على كبر سن أو صغر سن المهم الفطرة قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وداءته البشر خلاص انتهينا يجادلنا في قوم لوط إبراهيم عليه السلام كما ذكرنا من قبل تحلى بمكارم الأخلاق والتي كان في ذروتها كما ذكر ربنا أواه حليم فيه رحمة فخشي على لوط ومن معه من المؤمنين أين لهم شيء من عذاب الله نعم فضل وعليكم السلام ورحمة الله نعم نعم يا أخي وإن كان ليس في الحلقة إنما أقول لك إن كان هذا المال لكي تعمل فيه بالتجارة على سبيل المشاركة أو المضاربة أو المرابحة فلا مانا بشرط أن يقول لك هذا المال معك للتجارة ولي جزء من الربح الخمس الربع كذا 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 فبعد أن تتادر فيه وتعمل فيه ولله الحمد أعطيه هذا النصيب من الربح لكن لا يشترط أعطيك هذا المال لتعطيني كذا محدد ربما تكون الشركة تكسب أو تخسر ولذلك هذا يسمى المضاربة وقد ضاربت السيدة خديدة سيدة نساء العالمين بمالها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلات إلى الشام للمضاربة بهذا المال والبيع والشراء نعم نعود مرة أخرى وأرجو إذا كان هناك سؤال فيما نحن فيه أو يتعلق بموضوع الحلقة يكون خيرا وأما الأسئلة الخارجة عن موضوع الحلقة آمل أن تكون في لقاء الفتاوى حتى تكتمل صورة الموضوع الذي نحن بصدده فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط وقد ظن أنه يعني وهو الأواب الرحيم لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم وينجي لوط ومن معه إن إبراهيم لحليم أواه منيب لكن جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى على ألسنة ملائكة الله يا إبراهيم أعرض عن هذا هؤلاء لا يستحقون الرفق هؤلاء فعلوا الفاحشة هؤلاء انحرفوا عن الفطرة هؤلاء قلبوا الأمور رأسا على عاقب وأشرنا من قبل إذا كانت عاقبة هؤلاء قوم لوط أنقلب الله قراهم وجعل عاليها سافلة وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضوط هذه الحجارة وهذا الرجز والعذاب نراه الآن رأي العين حينما نسمع عن مرض الإيدز وهو اختصار لعدم المناعة في الجسم ما سببه سببه الفاحشة بين المثلية بين الذكر والذكر والأنثى والأنثى نعم فضل السلام عليكم عليكم السلام أحمد الله لو سمعت يا سيد نعم ايوة يا سيد سؤالي من فضلك زميلي في الشغل بيطلبوا مني أن أنا أصلي بهم جماعة نعم يعني بيقولون أنت حفظة يعني صور أكبر مننا وكده بس أنا مش حفظة بالتشكيل ولا بالتشكيل اللي هو الجيد يعني مش فأنا مش عارفة كده تحسنين قراءة الفاتحة الزم تحسنين قراءة الفاتحة أحسن يعني صور كتيرة يا شيخ بس من غير تشكيل لا أولا الشرط قبول الصلاة وصحتها أن تتقني قراءة الفاتحة تمام التمام لا يكون فيها خطأ وإذا وجدت امرأة أخرى أكثر منك علما وحفظا للقرآن فلتقدم هي وإذا تقدمت لتأمي النساء بهذا الشرط قفي بينهن نعم قفي بينهن يعني ما تقدمش أمامه أنا بقف بينهن بس التشكيل بقى في القرآن يعني اكتفي بقوله الله أحد وحاولي أن تصحح بعض الآيات والمهم من هذا وذلك أن نخرج من الصلاة بالثمرة المرجوة منه نخرج بخلق كريم وعمل صالح نحفظ ألسنتنا وأبصارنا وجوارحنا كلها وليس مجرد أداء صلاة وقلنا فيه كثيرا هناك فرق بين إقامة الصلاة وأداء الصلاة والله في القرآن الكريم كل حينما أمرنا بالصلاة لم يقل أدو الصلاة إنما إقام الصلاة أقيم الصلاة يبقى أداؤها بأركانها وشروطها وعلى وجه الصحيح وأن تكون الثمرة المرجوة وأقم الصلاة إن الصلاة بهذا الشرق تنهى عن الفحشاء والمنكر نعود ثانية إلى ما نحن فيه يا إبراهيم أعرض عن هذا رجى أن يعني يرفق الله لعل الله يهديهم لعلهم يتوبوا إلى الله ويرجعون إليه ويعدلوا عن هذا السلوك وقد قلنا إن العالم المعاصر وللأسف تأثر بهم كثير من الناس في كل أسقاع الأرض وأصبحنا نرى كما قلت من يطالب في بعض المجتمعات بحقوق هؤلاء والواجب أن يتطهر المجتمع من أمثال هؤلاء وأن يطبق عليهم عقاب الله سبحانه وتعالى وعندنا في الإسلام حفظا للنسل حفظا للكرامة الإنسانية التي كرم الله الإنسان بها حفظا للشهامة حفظا لإعمار الأرض بالنسل الطيب المبارك من زواج صحيح ذكر وأنسى جعل عقاب من يفعل ذلك القتل ويرمى من شاهق من جبل عال ليكون عظة وعبرة ويا للأسف وتنشر وسائل الإعلام هذه القذارات وتلك السوآت ونسمع في كل آونة مظاهرة هنا ومظاهرة هناك لمن؟ لمن؟ وماذا يطلبون؟ يقولون حقوق الشواذ ولا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا خراب للعمران تلك محاربة لله سبحانه وتعالى ولذلك ستكون نهايتهم أسوأ النهايات ويكفي أن هؤلاء يصابون بالهلواسة بالجنون بالوهن بالضعف بنسيان الذاكرة الحيوانات أحسن منهم وأشرف منهم فإن بعض الحيوانات لا يأتي حتى أنثاه في العراء ولم نرى ذكرا في الحيوانات يأتي ذكرا ولا حول ولا قوة إلا بالله لكن ماذا يعني نصنع ننبه ننبه يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا يا سبحان الله لأنهم جاءوا في صورة غلمان وجوههم جميلة ومصبحة لكي يمتحن هؤلاء ولذلك لما جاءوا على تلك الصورة ولوط عليه السلام يعرف سوآت قومه وحبهم لهذه الفواحش خاف على هؤلاء المرد الذي يعلو وجوههم الجمال ولم يعرف أنهم رسول الله سيئ بهم وضاق بهم ذرعا ماذا سيصنع وقد ذهبوا إلى منزله وقامت زودته وهي التي كفرت بالله سبحانه وتعالى ولم تتبع زوجها لوط هي التي أبلغتهم بأن شبابا مردا وتلك يعني غنيمته موجودون في بيت إيه لوط ولذلك قال لوط عليه السلام هذا يوم عصيب لا شك مشكلة الآن أمر صعب ماذا سيصنع وهم ضيوف عليه إلى الآن لم يكشف النقاب عن هؤلاء وبسرعة وجاءه قومه يهرعون إليه لا حول ولا قوات إلا بالله كالبهائم لا عقل لها ولا شعور ولا حس ولا وجدان ولا عقل لماذا لأن الشهوة إذا سيطرت على الإنسان تحول من إنسان إلى حيوان وهذا هو الفرق بين الإنسان وبين الحيوان الإنسان يرى الخير ويرى الطهر ويرى النور ويرى الهدى فيأنس إليه ويسير في هذا ويرى الطريق ويتغلب على أهوائه وشهواته وشيطانه وهذا هو الإيمان الحق هؤلاء حينما سمعوا بوجود هؤلاء الغلمان جاءوا يهرعون يسرعون إليه ثم يذكر الحق تبارك وتعالى ما ألفوه وما طبعوا إليه وما طبعوا عليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات والفواحش ويأتون الذكران من العالمين فكان ذلك الحوار قال يا قوم هؤلاء بناتي كانت له ابنتان هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد يا سبحان الله العظيم دلهم لوط عليه السلام إلى المنهج الصحيح القويم إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها وقال لهم إن أردتم اتيانا الشهوة فلتكن في وعائها الصحيح فلتكن كما أمر الله هؤلاء بناتي وبنات المؤمنين جميعا هن بنات الللوط حتى لا يفهم واحد من السياق أنه قال لهم أو قدم بنات لهؤلاء الحيوانات الأرجاس الأنجاس لكن أراد أن يقول لهم الفطرة والمنهج الصحيح لقضاء الشهوة أن يكون وفق ما شرع الله نكاح بين الذكر والأنثى والزواج ليستقيم منهج الله على أرض الله هؤلاء بناتي تزودوا زواجا صحيحا هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي مقتضى العقل السليم والفطرة السليمة أن يعقل هؤلاء ولذلك جاء الاستفهام الإنكار أليس منكم رجل رشيد ألا يوجد بينكم من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر لذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام واجب ليتطهر المجتمع ليتطهر المجتمع ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر الخير هو الدين ككل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أما إذا انقلبت الأمور رأسا على عقب وشاعة الفواحش وشاعة المنكرات والسيئات ولم يودت من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويأخذ بأيديهم إلى الخير يعم الفساد ويكون الهلاك ويكون الضمار ويكون الخراب ولذلك حذرنا في لقاء سابق في يوم العيد ممن يشكون ويقولون التحرش الجنسي تلك مقدمات منعها الإسلام غض البصر كفوا الأذى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن ما هذا كله لابد إذن من مقدمات لتمنع مثل تلك الفواحش مثل تلك الفواحش من هنا قال لهم لط أليس منكم رجل الرشيد الجواب لا يوجد والطامة الكبرى يوم ترى قطيعا من البشر الحيوانات أعلى منهم وأشرف ينساقون بعضهم وراء بعض لا يسألون هذا محرم هذا منكر هذا يغضب الله أبدا ينساقون وإذ الزمرة السيئة والصحبة السيئة تعين على الشر كلهم على الشر وما لعن بنو إسرائيل إلا لأن كل منهم كان ينهى عن المنكر ثم يأتيه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا والذي أشاع هذه الأرجاس في العالم المعاصر وراء ذلك كل صهيونية العالمية لكي تعمل على تدمير الجنس البشري فلنحضر من هذا أليس منكم رجل رشيد قلنا من قبل حينما أمرهم لوط قالوا أخرجوا ألى لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون هذا يحدث في عالمنا المعاصر هل يدوز وهل يقبل كلام واحد نعم إذن نقول وبالله التوفيق وسنكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ولكن نقول هنا إن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي فطرة الزوجية فعلينا أن نستجيب لأمر الله وأن نسير على تلك الفطرة وأن نهتدي بهدي الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي ذلك الخير كله والنجاح والفلاح وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتبعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 شكرا